أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا إلى يوم الدين كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وكذلك بعثناهم أي هؤلاء الفتية بعثهم الله عز وجل بعد هذه السنوات الطويلة من النوم الذي أشبه الموت فقال سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم أي هؤلاء الفتية كل واحد منهم يسأل الآخر وهذا السؤال إنما كان الغرض منه أن يتبينوا قدرة الله عز وجل وضعف المخلوق عموما في علمه وفي قدرته فإنهم لما ظهروا بصورة على غير ما ناموا عليها كانوا على هيئة ثم ناموا فلما استيقظوا من نومهم قد كل واحد منهم يرى الآخر على هيئة مختلفة تماما عما كانوا عليه حين نومهم فأصبح الواحد منهم بين أنه نام واستيقظ بعد مدة يسيرة وبين الهيئة التي يراها من جسده كما ذكرنا من طول أظفاره وشعره ومن تغير كثير من الأحوال فتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم سأل سائل وعدة ما يكون هؤلاء أسرع الناس إلى الكلام أسرع الناس إلى المبادرة في السؤال عما ينفع وعما لا ينفع ولذلك ستلحظ هنا أن الله عز وجل قسم هؤلاء الفتية إلى ثلاثة أصناف فأما الأول فهم المبادرون بالكلام المستعجلون في السؤال وأما الصنف الثاني فهو الذي بادر بالجواب من دون أن يتحقق من علم وأما الثالث فهم أهل التؤده والعلم والحكمة والحلم والذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على الأشج ابن عبد قيس لما قال إن الله عز وجل فطرك على خصلتين يحبهم الله ورسوله وما هما يا رسول الله قال الحلم والأنات التؤده في الأمور فهنا الأول قال قائل منهم كم لبثتم يسأل فأجاب المستعجل فقال قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم هذا الصنف الثاني أما أعلم الناس بما يجب عليه أن يكون الجواب فقالوا ربكم أعلم بما لبثتم أحال العلم في هذه القضية المشكلة إلى الله عز وجل لأن هناك أشياء ملبسة فالمدة التي مكثوها يقينا لا يعرفونهم الآن والهيئة مختلفة فقال أعلمهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وهنا يأتي ما يسمى عندنا بالكلام المفيد النافع الكلام عن كم ناموا وما تستيقظوا هذا الكلام الفائد من قليلة وضعيفة وإنما الفائد الكبرى أن القوم حينما بعثهم الله عز وجل من نومتهم هذه قاموا وهم يحتاجون إلى أمور فعاقلهم وعالمهم قالوا دعوا عنكم هذا وإنما ليذهب أحدنا فلينظر إلى طعام يشبعنا من هذا الجوع الذي نشعر به بعد هذا النوم الذي ندري عن مداه فلينظر أيها أزكى طعاما وهنا يتبين أيها الأحبة في مسألة أن أهل الدعوة وأهل العلم يجب أن يكون عندهم ما يغنيهم عن الناس فهؤلاء الفتية مع أنهم كانوا في كهف وهربوا من قومهم إلا إنهم أخذوا معهم من المال ما إذا احتاجوا يجدون ما يغنيهم عن سؤال غيرهم وهذا ظاهر بيّم في الكتاب والسنة وفي طرائق أهل العلم ومن ألطف ما يحكى في هذا الباب أن سفيان الثوري رحمه الله وهو زاهد الدنيا الإمام الذي لا يعرف ما بين شرق وغرب في عصره أورعوا وأزهدوا منه في هذه الحياة دخل عليه بعض تلامذته وفي كفيه دراهم يقولون فلما نظرنا فإذ هو يرفع بالدراهم هذه ويقبلها هكذا يقبلها قلنا له يا إمام أنت سفيان زاهد ما بين المشرقين كيف تقبل هذه الدراهم فقال دعوني منكم فوالله لولا هذه لتمندل بنا أبناء الملوك لتمندل بنا الواحد لا بد أن يأكل أولاده لا بد أن يلبسوا لا بد أن يسكن فلا بد من غناء لا بد من هذا ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعود من الفقر وجاء عن علي من طرق رضي الله عنه أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته ولذلك هنا كانوا قد أغنوا أنفسهم بشيء من المال عندهم فقال هذا الرجل العالم منهم فابعثوا أحدكم بوريقكم هذا الوريق الفضة سواء كانت مسكوكة أو تبر إلى الآن لم تسك بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً والأزكى في الطعام هو ما يشمل أمرين أما الأول فهو أن يكون حلالاً زكياً من جهة أنه حل لمن أراد أن يطعمه وأما الزكاء الثاني فهو أن يكون طيباً مستساغاً لمن أراد أن يطعمه والثاني هذا دليل على أن المؤمن لا بأس عليه أن يأكل ما طاب له من هذه الدنيا إذا كان تأكد من الأمر الأول وهو الحل فإذا كان حلالاً فلا بأس أن يطعم من الطعام وإن كان طيباً وإن كان لذيذاً وإن كان لخاصة من الناس فلا بأس عليه بذلك وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام كله من أفخره ومن أدنىه وكذلك أكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا وذاك وكذلك الأئمة من بعدهم فإذا تيقن المرء أنه حل فلا بأس عليه أن يطعم منه فالزكاة هنا تشمل أمرين هما ما ذكرت لك قال فليأتكم برزق منه وليتلطف وهنا حسن عبارة وحسن اختيار للضمائر وهذا من أهم ما يكون للعقلاء وطلاب العلم من الناس فإنه قال فليأتكم برزق منه ولم يقل فليأتنا برزق منه لأنه كأنه آثر من معه من صحبته فإنما هو حرص على الطعام لا من أجل نفسه وإنما من أجل من كان معه وهذا من تمام حسن المصاحبة فليأتكم برزق منه قال وليتلطف أي ليأخذ الأمر بشيء من الخفية اللطيفة حتى لا يتبين وينفضح أمركم ولا يشعرن بكم أحدا هذا اللطف الخفي أهميته أن لا يشعر أحد بحالكم وبمكانكم حتى لا يعتدون عليهم ويكون ذلك سببا في ردهم إلى دين آبائهم وأجدادهم وقد قال جمع من أهل العلم أن التى في قوله وليتلطف هي نصف القرآن وخالف في ذلك ابن عطية رحمه الله والأمر يسير إنما هذه من ملح العلم كما يقال فإن كان هكذا فهي وإلا فيكون غيرها والأمر راجع إلى أهل عد آيات القرآن وأحرف القرآن فما أثبتوا فهو المثبت ولا أدري هل هذا هو الراجح أو غيره من أقوال أهل العلم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً هذا من باب التعليل للأمر الذي أمر به وهذا ينبغي أن يكون من أهل الفضل والعلم والرئاسة حينما يأمرون من كان معهم من الزملاء والصحبة إذا كان الأمر يحتاج إلى تعليل وهذا هو غالب الأمور تأمر ابنك بأمر فعلل تنهاه عنه علل حتى يفهم لما تأمر ولما تنهى أما ترك الأمور بلا تعليل يجعل من ذاك المتربي يطيعك في حال صغره وفي حال بساطة ذهنه وإدراكاته أما إذا كبر قليلاً فإنه لا يسمع منك لأنه لا يدري لما أمرت ولا يدري لما نهيت وطريقة القرآن في أكثر أوامره ونواهيه أن يعلل ولذلك هنا لما أمر هذا الرجل العاقل من بينهم أمر زملائه وصحبته علل لما هذا الأمر فقال إنهم إن يظهروا عليكم إن يظهروا على أخباركم وعلى مكانكم وأنكم ما زلتم هنا إن يظهروا عليكم يرجموكم وهذا أبشع أنواع القتل وهو إشارة إلى ما بين هؤلاء العباد للأوثان وما بين أولئك العباد للرحمن من العداوة والبغضاء بينهم أن الأمر يصل إلى أن يرجموهم بالحجارة وليس أن يقتلوهم أي قتلة يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وهذه في قوله سبحانه ولن تفلحوا إذا أبدا عائدة إلى أو يعيدوكم في ملتهم وليست عائدة إلى الجملتين معا فإنهم إن قتلوهم رجما بالحجارة فإنهم قد أفلحوا بأنهم ماتوا شهداء وإن كان العاقل لا يريد لنفسه هذه الميتة ولكن لو وقع ذلك في سبيل الله فلا بأس وهي شهادة يحبها المؤمن لنفسه ولا يسعى لها أن ينال من الميتة ما يكون على هذه الصورة ولكن إن حصلت فخير ونور ورجاء أن ينال الشهادة بسببها فقوله هنا سبحانه وتعالى ولن تفلحوا إذا أبدا إنما مرتبط بالجملة الثانية أو يعيدوكم في ملتهم بمعنى أنهم إذا عادوا إلى ملتهم فليفلحوا إذا أبدا وليس آئدا إلى قوله يرجموكم أيضا قال بعد ذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وهنا أيضا تعليل من الله عز وجل ليبين لنا لما الله أعثر هؤلاء الكفار على هؤلائك الفتية لما وجدوهم ووقفوا عليهم قال سبحانه وتعالى ليعلموا أن وعد الله حق وهو ما يتعلق بالبعث فإنهم قد تيقنوا أن هؤلاء الفتية عاشوا سنوات طوال في هذا الكأف وهم نيام فإن الذي جرى لما ذهب هذا الغلام من بينهم هذا الفتى لما ذهب ليشتري الطعام وأراد أن يخدم زملاءه وأن يتلطف بذلك انفضح أمره من دون أن يقصد هو هذا ولكن الله أراد بحكمة علية منه أن ينفضح أمر هؤلاء الفتية قال السلف في هذا أنهم علموا حالهم بواحد من اثنين إما بالورق الذي كان معه فإنه كان مسكوكاً باسم الملك الذي كان في زمنهم قبل ثلاثمائة سنة وازداد تسعة فلما نظروا إلى هذه الفضة مسكوكة بصورة وتوقيع ذاك الملك علموا أن هؤلاء هم الفتية الذي كان الناس يتحدثون عنه فكان الناس يتحدثون عن فتية ذهبوا واختفوا وهؤلاء القوم ممن آمن أي القوم الذين جاء إليهم هذا الفتى ليشتري الطعام كان الله عز وجل قد هداهم فلما دخل عليهم هذا الفتى وأخرج تلك الورق التي معه وعلموا أنهم فتية كانوا قديماً آمنوا وأن ذاك الملك كان يطاردهم فكانوا يريدون أن يتشرفوا وأن يرفع الله قدرهم بصحبة هؤلاء الشباب الذين منى الله عز وجل عليهم بالهداية في وقت شدة الكفر فلما اطلعوا على حالهم إما من خلال هذا الورق أنه قد سك قديماً وإما قالوا بأن الفتى حينما طلب الطعام هذا ذكره جماعة من السلف قالوا بأن الفتى حينما طلب الطعام كان قد طلب أنواعاً من الطعام موجودة في ذاك الزمن وليست موجودة في الزمن الذي طلبه فكان يبحث عنها ويسأل فتعجب الناس إنما هذا كان من خبر ذاك الملك الذي أهلكه الله عز وجل وأبدل الناس بخير منه المقصود أن القرآن أشار إلى أنهم وقفوا على حالهم بقوله وكذلك أعثرنا عليهم كيف عثروا عليهم السلف تكلموا في هذا أيها الراجح العلم عند الله وإن كان القول بأن الورقة كانت هي الدليل عليهم كأنها أقرب إلى ما يناسب ذكر الله عز وجل بالنص على هذا على الورق فإن النص عليه له دلالة وقد تكون هذه الدلالة هي أنها سبب معرفة أولئك القوم بحال هؤلاء الفتية قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها أي ليزدادوا يقيناً هؤلاء الفتية هو القوم معاً ليزدادوا يقيناً بأن وعد الله حق أي أن قدرة الله عز وجل على البعث حق لا شك فيها ولا ريب والمؤمن وإن كان مؤمناً بالبعث إلا أن ما يراه من أحوال الخلق تزيده إيماناً بهذا البعث وهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه كل مؤمن أريد أن يزداد إيماناً فإنه يحتاج أن يزداد يقيناً بالبعث يوماً بعد يوم بل وساعة بعد ساعة فمتى ما شعر أن إيمانه بالبعث قل فليذهب إلى المقابر ليزداد اليقين فلينظر في الخلق ليزداد إلى اليقين فلينظر في خلقته في خلقة الكون من حوله المقصود أنه لا بد أن ينظر في حال تزداد فيها درجات إيمانه بالبعث وأن لا يترك ذلك إلى عوادي السنين فإن عوادي السنين على القلب تجعل القلب مما يورثه غفلة فلا يتذكر البعث كما يريده الله وإنما يوقن به بذهنه مع عدم حراك ذلك في قلبه والإيمان ليس بالذهن أخي الإيمان ليس بيقين العقل وإنما الإيمان بما يقر في القلب فإذا كان ذهنياً من دون أن ينزل إلى قلب المؤمن فإن هذا حج عليه لا له فإذا نزل إلى قلبه كان حجةً له لا عليه قال الله عز وجل بعد ذلك ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم هؤلاء الذين لقوا الفتية كان في قلبهم محبة لأهل الإيمان ولكن كان فيهم جهل بسبب بعد نور النبوة عنهم فهم وجدوا هؤلاء الفتية فأرادوا أن يكرموهم وأن يرفعوا من أقدارهم لما أظهر الله من الآيات على أيديهم فتنازعوا بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ماذا نفعل بهالي؟ منهم من قال دعوهم في كهفهم كما أراد الله عز وجل لهم ومنهم من قال لا خذوهم فاقبروهم بمقابر الناس ومنهم من قال لا ابنوا عليهم بنياناً تعظيماً لهؤلاء وهذا يدلك على أن المؤمن إذا كان جاهلاً فإن جهله قد يرديه فإن هؤلاء سلكوا سبيلاً من سبل الشرك والكفر بالله عز وجل بسبب تعظيم هذه القبور والأضرحة ببناء هذه الأضرحة على أولئك الفتية ولكنهم غلبوا كانوا أكثر وأقوى وكأن الملك كان معهم في هذا فقال الله عز وجل ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً فهم حينما اختلفوا اختلفوا فيما ذكرت لك منهم من يقول أتركوهم في كهفهم ومنهم من يقول أقبروهم كالناس ومنهم من يقول ابنوا عليهم بنياناً صقوا عليهم هذا الكاف ابنوا عليهم بنياناً معيناً وتركوهم قالت تلك الفئة الغالبة على أمرها لا لنتخذن عليهم مسجداً نبني عليهم معبد نعبد الله عز وجل عنده فهؤلاء هم ينتسبون للإسلام ويؤمنون بأن الله عز وجل واحد ولكن الشيطان ركب عليهم بسبب جهلهم فدلهم على هذا أن يبنوا المسجد على قبور أولئك الفتية لنتخذن عليهم مسجدا وطبعا ما يخفاك أن هذه الوسيلة كانت في بدايتها إنما هي من أجل طاعة الله بمعنى أن الشيطان لم يأتهم ويقول ابنوا عليهم هذه الأضرحة وتلك المباني زينة لا أو يقول ابنوها من أجل الذكرى لا وإنما من أجل أن تتذكروا عبادة أولئك الفتية لله فتعبد الله عز وجل عندها بسبب هذه الذكرى فدخل عليهم من هذا الموطن من موطن محبتهم لله وعبادتهم لله ولكن الجهن مصيبة ولذلك وقعوا في مثل هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواتر عنه نهى عن البناء عن القبور بل أمر علي رضي الله عنه كما صح في صحيح مسلم قال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت أي قبر يكون بنيان زائد فانقضه واهدمه وتقرب إلى الله عز وجل بتسويته وهذا هو الواجب على كل القبور أيًا كانت هذه القبور وإنما تترك بعض القبور من أجل المصلحة فقط لا من أجل أن الله أقرها هكذا فإن الوحي نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا سواء كان هذا القبر هو قبره صلى الله عليه وسلم أو قبور أصحابه أو قبور الأولياء والصالحين فإن الواجب هي أن تهدم هذه المباني على تلك القبور وأن لا ترفع وأن لا تكون مساجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه في آخر أيام حياته صلوات ربي وسلامه عليه اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد ولذلك حينما تقر بعض المباني على بعض القبور ليس من أجل أنها مشروعة أبداً وإنما لأجل مصلحة أعظم فتدافعت عندنا مفسدتان فدفعت المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر من أجل هذا فقط قال بعد ذلك سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سيقولون ثلاثة هذه السين إنما جاءت من هنا لبيان حال الناس الناس لا يسكتون عما ينفعهم وعما لا ينفعهم سيتحدثون في كل شيء فقال الله مخبراً عن حالهم سيقولون لا بد أن يتكلموا هؤلاء ثلاثة رابعهم كلبهم طيب إذا كانوا ثلاثة ورابعهم كلبهم ماذا استفدتم لا شيء ولكن هكذا الناس يحرصون على أن يعرفوا تفاصيل الأمور وهذا ليس بعيد وتنبه لذلك ولذا أذن بالإسرائيليات عندنا في شرعنا إذا لم تخالف ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن لا تكون هي هم وديداً أهل العلم والفضل وإنما تذكرها كذا ملح في أثناء الحديث فقالوا هنا ثلاثة رابعهم كلبهم ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب فعقب الثلاثة والرابع الكلب وكذلك الخمسة والسادس الكلب بقوله رجماً بالغيب فدل على أن ذلك إنما هو من قبيل الرجم الذي لا يصح ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم في هذه الجملة اختلف الأمر عما قبله من جهتين أما الأولى فهي أن الله عز وجل جاء بالواو هنا في قوله ويقولون وهذه الواو على الصحيح من أقوال النحات أنها تسمى بالواو الحالية وهي حال لمبتدأ محذوف وإن كان نكرة إلا أن مسوّغ لابتداء بالنكرة موجود هنا فهي على الأصح من أقوال المعربين هي الواو الحالية ويقرب من الصحة هنا أن تقول هي واو الصفة وسواء كانت الواو الحالية أو واو الصفة هي فائدتها من جهة البلاغة واحدة لا فرق بينهما وهي التأكيد على صحة الحال أو الصفة سيان هذا أو ذاك فجاءت الواو هنا لتفيد أن ما بعدها أقرب إلى الحق مما قبلها وأما الأمر الثاني فهو أن الله عز وجل لم يعقب هذه الجملة بقوله رجما بالغيب فقال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلموا بعدتهم فمنازل العلم هنا ثلاثة المنزل الأولى وهي منزلة أهل الجهل وهم من يتكلمون رجما بالغيب والمنزل الثانية وهم من يتكلمون بغلبة الظن من يتكلمون بغلبة الظن أي يبنون كلامهم على ظن غالب على قراء وهذا جائز في العلم والدرجة الثالثة هي من يبني علمه على يقين وقد ذكرها الله عز وجل في هذه الآية فالمنزل الأولى مذمومة والثانية مباحة وقد تكون ممدوحة إن لم يأتي يقين أقوى منها فإن من شرع الله عز وجل في ديننا أن نعمل بغلبة الظن وأما الثالثة فهي الممدوحة بإطلاق وهي العمل باليقين ما دام أمكن ذلك قال الله عز وجل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وهذا هو الأقرب في عدتهم كما قاله ابن عباس قال أنا ممن يعلم عدتهم هم سبعة وثامنهم كلبهم وسبب ذلك هو ما ذكرت لك من القراء ثم قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل وهذا هو درجة اليقين إذا كنت لا تعلم يقينا عن عدتهم فقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فإن بدى لأحد علم فليتكلم ما بدى له فليحل العلم إلى الله فهذه درجة اليقين ولذا قال أهل العلم من قال لا أدري فقد إيش فقد أفتا نعم أفتيت فتياك أن تقول لا أدري فهذا هو حيز الأمان الذي لا تخرج منه أخي سلمك الله إلا بيقين كامل أو بغلبة ظن ظاهرة قال بعد ذلك ولا تستفت فيهم منهم أحدا وهنا الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين أما الأول فهو أنك لا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ومعنى المراء الظاهر أي مراء الظاهر في حجته وبراهينه حينما تماري لا تماري إلا في أمر عندك فيه برهان ظاهر واضح فلا تتكلم بأدنى برهان ولا تستدل بأقل ما يكون من الحجة لا إنما إذا أردت أن تجادل وتماري فلا بأس ولكن هذا الجدال إنما يكون بالدليل الظاهر هذا الذي أدنى الله عز وجل به حينما قال فلا تماري فيهم لا تماري في هؤلاء الفتية أولئك القوم أي من كفار مكة لا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا إذا كان عندك حج ظاهرا فتكلم ولا تستفت فيهم منهم أحدا وهذا الأمر الثاني أنك لا تسأل جاهلا فإن سؤال الجاهلي ليس عذرا لك عند ربك فإنما تعدر إذا سألت عالما سواء أصاب أو أخطأ فاسأله أهل الذكر أما سؤال الجاهل كما يفعل بعض الناس يمشي في الحرم فتحدث له أي قضية فيمسك أي واحد ملتحي أو عليه سيمة الخير السلام عليكم لو سمحت سؤال فيسأله وكيف سألت هذا من أجل مظهره فقد سألت لا تعذر أبدا لا إن أصاب أو إن أخطأ وإنما تسأل من تعرف أنه من أهل العلم أما أن تسأل من لا تدري أنه من أهل العلم من تجهل أنت حاله أو تعلم جهله في هذين الحالين لا يجوز لك أن تسأله عن دين الله عز وجل كما أنك لا تسأل جاهلا في أي أمر من أمور الدنيا فكذلك لا تسأل من تجهل حاله في أي أمر من أمور الآخرة فإنه من باب أولى فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل كفار مكة وأن يسأل اليهود وأن يسأل النصارى عن مثل هذا ولا تستفت فيهم منهم أحدا لأنهم من أهل الجهل ولا تقولني لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا هنا سلمكم الله جاء التنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ حينما قال لكفار مكة حرصا على الدعوة أنا آتيكم بجواب ما سألتم في المسائل الثلاث غدا فأخر الله الجواب ثم جاء العتب هنا ولا تقولن لشيء أبدا لشيء وشيء هنا نكر من أجل العموم لا تقولن لشيء أي لأدنى شيء صغر أو كبر لا تقولن سأشرب هذا الماء أو تقولن سأرفع هذه الورقة أو أحرك يدي أو أتكلم لا تقول في صغير من الأمر فضلا عن جليل إلا أن تعقب ذلك بإن شاء الله بمشيئة الله إذا أذن الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا بد لك من ذلك والمقصود هنا ما يقع في الغد يعني في الزمن المستقبل لا ما وقع في الماضي فبعض الناس عجيب يعني مثلا تقول له قد توضى وجاء إلى الصلاة تقولها على وضو يقولك إن شاء الله لا هذا ليس من قبيل هذا إن شاء الله هذا فيما تأكدت من فعله لا يصلح هنا بمعنى التعليق إلا أن أردت إن شاء الله تحقيقا فهذا أمر آخر لكن لفظة إن شاء الله التي جاءت هنا إنما يراد بها ما سيقع أما ما وقع وتيقنت من وقوعه يسألك فلان عن هذا كيف حال فلان مثلا حي أو متوفي تقول والله إن شاء الله أن نميت مات وانتهى ما تقول إن شاء الله أن نميت فما ينبغي أن يستخدم هذا ليس هذا من الكلام العربي الفصيح وإن كان له وجه إذا أردنا أن نبرر على طريقة أهل العربية قال بعد ذلك إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا هنا الله عز وجل يعاتب عتابا جميلا لطيفا نبيه صلوات ربي وسلامه عليه فبعد أن بيّن له قال واذكر ربك إذا نسيت أنت نسيت أن تقول إن شاء الله فمقابل هذا النسيان أن تذكر الله مقابل ما نسيت فهنا بحاجة إلى زيادة في الذكر مقابل ما حصل من النقص حين النسيان فإذا مر الواحد مننا بحال عصى الله عز وجل فيه فلابد أن يقابل هذه المعصية بماذا بالحسنة إن الحسنات يذهبنا السيئات إذا جاءتك فترة وقلبك قاس عن ذكر الله فمباشرة إذا تذكرت وأنبت أذكر الله عز وجل بقدر ما يعوض ذاك النقص الذي كان في حال غفلتك إذا تركت قيام الليل مدة من الزمن عوض هذا القيام فيما تستقبل من أيامك كنت تصوم تركت صيام النفل فتذكرت وأردت أن تصوم عوض ما فات فإن هذا من صنع أهل الإيمان وأهل العلم بالرحمن وهذا الذي أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم واذكر ربك إذا نسيت كما نسيت اذكر ربك مقابل ذلك وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أي دعو الله عز وجل في مستقبل أيامك أن يكون حالك خيرا مما كان قبل ذلك ولذا قال هنا أن يهديني لأقرب من هذا رشدا أقرب من هذا من هذا راجع إلى وعده صلى الله عليه وسلم للكفار من دون تعليق ذلك بالمشيئة فيقول الله عز وجل أدعو ربك أن يكون حالك من المعرفة بما ينبغيه الله أكثر مما كان سابقا تكون أقرب إلى معرفة حق الله وإلى معرفة كمال الأدب مع الله أدعو الله أن يهديك وأن يزيدك من الإيمان والعلم بالله عز وجل وكل أحد من الخلق ما زال يحتاج يوما بعد يوم إلى مزيد معرفة بربه العلي الجليل الجميل سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة هنا الله عز وجل أراد أن يويح الناس من هذا الجدال الذي طال في الكتب السماوية قبل تنزل هذه السورة والناس يختلفون كم مكثوا فأراد الله أن يعطيهم يعني علما في هذا الأمر ويخبرهم أن الله عليم بهذا جل وعلا لا يخفى عليه شيء وإن كان ليس مما ينفع الناس نفعا يتعلق بدينهم وإنما هي زيادة في العلم من علمها زاد شيئا من الكمال في علمه ومن جهله لم ينكس ذلك من قدره شيئا قال سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين أي ثلاثمائة سنة ثم قال وازدادوا تسعة أي ثلاثمائة سنة وتسع سنوات وقد اختلف أهل البلاغة في سبب هذا التركيب لهذا العدد فإن الله عز وجل كان قادرا سبحانه وتعالى أن يقول لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنوات أو ثلاثمائة وتسع سنوات وهذا أيصر في التركيب ولا شك فلما قال ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة اختلف أهل البلاغة في هذا كثيرا وأقرب الأقوال وإن كان ليس بالمحرر ولكنه قريب مما يبدو من سياق الآية أن الله عز وجل أراد أن يشير إلى السنوات القمرية والسنوات الشمسية فإن بين كل سنة شمسية وسنة قمرية مدة من الزمن فكلما مضت ثلاث وثلاثون سنة قمرية ازدادت سنة شمسية بمعنى أن كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية مقابل ذلك يكون كل أربع وثلاثين سنة قمرية يكون مقابل ذلك ثلاث وثلاثين سنة شمسية فالسنة الشمسية أزود من السنة القمرية فلذلك أراد الله عز وجل ولو حسبتها ستجد هذا أراد الله عز وجل إن صح ذلك أن ينبه إلى هذين النوعين من الحساب فالسنة إذا أردت أن تحسبها بالسنة القمرية ستكون كم؟ ثلاثمائة وتسعة وإذا أردت أن تحسبها بالسنة الشمسية ستكون ثلاثمائة ثلاثمائة سنة وهذا ذكره جمع من أهل العلم وهو قريب ليس بالبعيد قال بعد ذلك سبحانه وتعالى قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أبصر به وأسمع هذه من صيغ المبالغة وهي صيغة تعجب ومبالغة بمعنى أبصر به أي ما أبصره وما أسمعه والمراد هنا أن الله عز وجل كامل العلم والبصر والسمع سبحانه وتعالى فله من هذه الصفات أكملها وأجلها لا يحتف بها أي نقص بوجه من الوجوه أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهؤلاء مع الله عز وجل من ولي ناصر لهم ولا يشرك سبحانه وتعالى في حكمه حينما يريد أن يحكم بأمر قدري أو بأمر شرعي لا يشرك سبحانه وتعالى في حكمه أحدا وهذه الآية من الآيات التي أطال فيها الإمام الشنقيطي في أضواء البيان في إثبات أن الحكم لا يكون إلا لله وأن من حكم غير شرع الله وكان ذلك ديدنا له فإن هذا من أمارات كفره وخروجه من الملة ومن أراد العودة إلى كلامه فلينظره في أضواء البيان قال بعد ذلك وَتْلُمَّا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْتَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الكتاب فقال وَتْلُمَا أُوحِيَ إِلِيكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ كلماته لا مبدل لها إلا أن أراد الله عز وجل أن ينسخ حكماً بحكم فهذا أمر راجع إليه وهو منه وإليه سبحانه وتعالى لا تبديل لأحد لما أثبته هو جل وعلا وإنما الله ينسخ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال بعد ذلك وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا مُلْتَحَدًا بمعنى ملجأ فلن يجد أحد من الناس أبدا كائناً من كان لا ملك ولا رئيس ولا قاهر ولا غني ولا تاجر ولا ضعيف ولا فقير ولا امرأة ولا رجل ولا صغير ولا كبير ولا حيوان ولا نبات ولا حجر ولا جماد لن يجد كل الخلق من دون الله مُلتَحَدًا كلهم لاجئون مُلتَجئون صامدون إليه سبحانه وتعالى وكما قال في الآية في سورة الإخلاص الله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق جميعاً سبحانه وتعالى قال بعد ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيلة الحياة الدنيا وقد ذكرت لك إن الفتنة الأولى هي فتنة الدين وهذا أوان ذكر مفتاح النجاة من فتنة الدين فمفتاح النجاة من فتنة الدين هي بالصحبة الصالحة سواء كان هذا الذي يطمع في النجاة من أهل العلم من أهل الدعوة من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء أن كان من الأفاضل والأخيار من أهل الصيام والقيام سواء أن كان من عامة الناس سواء أن كان رئيساً كبيراً عاقلاً ذكياً مفكراً عبقرياً أياً كان فلا أحد ينجو إلا بهذا المفتاح ولذلك أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فلما جاءت فتنة الدين جاء في ختام هذه الفتنة أن قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك أنت يا محمد اللهم صلي وسلم عليه أنت اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فالذي يحتاج إلى هؤلاء هو صلى الله عليه وسلم وهذا يبين لك أن ما يزعمه البعض من أنه ما يحتاج هو الآن قد تعلم ووثق بنفسه وأصبح داعية ومؤثراً في الناس لا خوف عليه أن يندرج في أي مجموعة كانت مع أي صحبة هي على ما هي عليه ليس هذا بصحيح بل هذا والله من أعظم مزالق الشيطان للإنسان فمهما بلغ الإنسان لن يبلغ أن يكون في درجة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول الله عز وجل له إذا أردت أن تنجو من هذه الفتن اصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فهذا هو المأمور صلوات ربي وسلامه عليه بالغداة والعشي الغداة هي أول النهار والعشي هي آخر النهار يريدون وجهه وهذا هو المقصود فأي فئة تكون معها سواء كان في العلم أو في العمل أو كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتبه أخي سلمك الله لا تغتر بنوع الفئة فإن من الناس من يكون ظاهره العلم ظاهره الدعوة ظاهره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهره النفقة والصدقة على الأيتام والمساكين ظاهره الإصلاح بين الناس ولكن لا يريد بذلك وجه الله قد يجلس هنا يعلم والناس يسألونه ويفتيهم ويدرِّسهم ثم تعلم من حاله أنه لا يريد وجه الله قد تخرج أنت وإياه في دين ولأجل الدين فيما يظهر من الحال وهو لا يريد ولا يبتغي وجه الله فانتبه فإنما الذي تصاحبه وتكون أنت وإياه وترضاه لنفسك خليلاً وصاحباً وحبيباً هو من علمت أنه إنما يريد بصحبته وبعمله وجه الله فقال الله عز وجل يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم إياك ثم إياك أن تنظر في زينة الدنيا وقصورها وأموالها وجاهها وأهل الفخر فيها لا تنظر إلى ذلك كله وإنما أنظر إلى من يعينك على عبادة ربك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً فكل من ترك صحبة الأخيار الأفاضل ممن يعينه على طاعة الله مع إخلاص لله وقصد له وحده فإن مآله إلى هذه الأمور الثلاث أن يغفر الله قلبه وأن يجعل الهواء والشهوة هي التي تتحكم فيه ثم يكون مآله فرطاً في الدنيا وفرطاً في الآخرة أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم وأن يرزقنا من أهل الخير والفضل من يكون صاحباً لنا ومعيناً على طاعة ربنا وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر